اشتركوا في القناة وحفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نكتب لجلالتكم معبرين عن أخلص التهاني والتبركات بمناسبة احتفال البلاد بالذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة الدفاع التي أسهمتم جلالتكم حفظكم الله في إرساء لبناتها الأولى وتعهدتموها برعايتكم الحكيمة وعنايتكم حتى أصبحت قوة دفاع البحرين صرحا عتيدا ودرعا حصينا للذود عن الوطن وحماية منجزاته الحضارية الكبيرة كما ونود بهذه المناسبة الوطنية العزيزة أن نعرب لجلالتكم عن خالص الاعتزاز والتقدير لقيادتكم الحكيمة والتي عززت من مكانة البحرين بين دول العالم وحافظت على الإنجازات الوطنية سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة لمواصلة مسيرة الخير والتقدم والنماء التي تقودونها جلالتكم بكل الحكمة والاقتدار في بلدنا الغالي والله يحفظ جلالتكم على الدوام سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدل قائد الأعلى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل السرور يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم الكريم للتحيات الخالصة والتمنيات العميقة لسموكم بموفور الصحة والعافية مقرونة باعتزازنا ببرقية سموكم التي تحمل لنا التهنئة بالذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين الباسلة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة التي هي الدرع الواقية لحماية وطننا العزيز وصون مكتسباته وستبقى بإذن الله حصنه الحصين مؤزرة بكل عوامل الاقتدار تدريبا وتسليحا وجاهزية بكل الكفاءة والروح المعنوية العالية والاستعداد المطلق للتضحية من أجل سلامة هذا الوطن الغالي وستبقى هذه المؤسسة دائما إن شاء الله رمزا للوفاء والولاء إننا إذ نقدر دور سموكم في كل ما حققته قوة الدفاع من منعة وكفاءة نسأل الله أن يحقق لهذه القوة الباسلة السداد والتوفيق والله يحفظ سموكم ويرعاكم ودمتم سالمين حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين